من اللي حكيت رشاد ده الناس السندي في المسلسل المزيكة والأغيني أيو عملت مشاكل على السوشال دي الأغنية بتاعت لجنك حقيقة دي قلبة الدنيا ونساعدت تقول لك تقول لك دي بالضبط دعا ديوله دي تعويزة وكلام في مشايخ كتير طلعت قالت لهم لها جميع مشايخ قال لك إيه اللي التعويزة نمرة واحد لو إحنا عملنا حاجة يعني فيه فيه ناس على فكرة بتعمل نوعية المسلسلات دي بتعملها بطريقة غابية جدا يجيب بجد طلاصم بجد آه ويكتب بجد والطلاصم دي معروفة يعني كتير ويجيب لك حاجات أكي إنه بيعمل سحر بجد لا أنت أنت مجنون أنت لو عملت كده أنت فعلا بتأذي نفسك قبل ما تأذي المشاهد لأن أنت بتأذي المكان غير عادي يعني فإحنا بنخلي بالنا جدا من الحتة دي ما بنعملش الحاجات دي خالص لإن إحنا فاهمين كويس المنطقة دي الشعرة بتاعتها عاملة إزاي نيجي بقى في الغنوة إحنا نغني غنوة يبقى كلامها تعويزة إزاي ده إحنا زي ما أنا بأتكلم من هنا شفت الحاجات اللي تعملت على تيك توك على الأغنية يتعامل عليها حاجات كتير جدا يقول لي أقصو يقول لي أحفو يقول لي أحذره أنا كنت وأنا بصور المسلسل ده عمال أقول لي ويا رب مش نفسي ألاقي حاجة زي ابننا جي كده من تاني حلقة ألاقي الناس تراتي لو تذكر السنة اللي فاتت كلنا كنا بنبعت لك الحاجات نفسي أقول لي يا رب بلاي بس ما عندناش الحدودة بتاعتنا غير دي خالص صح فاجأة من ثالث يوم ألاقي تيك توك والكل السوشيال ميديا أولا حصل حاجة غريبة أنا مش فاهمة بسبب إيه يعني ساعات النجاح لما بنبقى كبير قوي في ناس مش عشان مظلمش حد هنا موجود لا دا اللي حصل دا من برا مصر أفلوا الترندات دي علينا كانوا بالزبط أكتر من 250 ألف فيديو لأقوى ناس على السوشيال ميديا في العالم كله عملوا عليها وناس أجانب وناس أعملوها فجأة أنا صحيت منهم جالي خبر أن دول اتقفلوا طب اتقفلوا ايه وتكلمت في دبي اللي هم مسؤولين على الموسيقى في تيك توك قال لك لأ إحنا ما نعرفش مش عارف إيه لغاية ما حاولنا الرجع وتاني وهو الواحده لما وقف قولنا خلاص بازت رح رجع الحمد رجع تاني تاني فقلت لأ خلاص بقى مهما حاربت ومهما عملت لأ مش هتقدر توقف مجاح ربنا كتب طبعا نعرف بيلي